تكلم اليوم موضوع جدا جميل نصلوا على محمد ومحمد او شيء نتكلم عن موضوع الكحول موضوع الكحول ومضار الكحول وكيفية هضم الكحول للأسف هذا الموضوع لا يدرس في الكليات العربية فبالتالي نحتاجين نطرح هذا الموضوع عاصل انك تتعرف علميا شلون يتم هضم الكحول ومضار الكحول فبالتالي راح نبتعد عنها إن شاء الله لأننا فيه للأسف ناس يعني مع أن ربك محرمع على ولكن يشرب الخمر للأسف يأذي نفسه راح نطرح شون قاعد يأذي نفسه ويأذي غيره يعني يقوم يتحرش يأذي عبد الوهاب يتكلم على عبد الوهاب مثلا فبالتالي لما يسكر ما يدريش اللي قاعد يسوي ريال فبالتالي لازم نبين مضاره وخطوة نشرح كيفية تفكيك الكحول في الجسم ومضارها أول ما يدخل الكحول يديش عن طريق المعدة امتصاص الكحول في المعدة يعتمد على شغلتين تركيز الكحول نفسه وإذا كانت المعدة خالية وغير خالية فأول ما يتم امتصاصه عن طريق المعدة فبالتالي اخف سرطان المعدة وغم واحد وراح يذكلك ليش أثنين بعدها يقوم ينقل هذا السم الكحول هذا اللي قاعد تشربه عن طريقه يسمونه border veins وديه للكبد وهذه الطريقة يسمونه first pass metabolism ديش الكحول يعلط ضربة في المعدة بعدها قلنا ما يروح يروح الكبد وبعد ما دخل الكبد الأثينول الاسم العلمي للكحول يحتاج انزايم معين اسمه alcohol dehyde regenesis ويحتاج co-factor zinc لاحظ شون يحتاج zinc رح نتكلم عنه بعدين بعدها يتحول إلى مادة سامة acetaldehyde هذا يدش بالدم toxic تمام تقول ان اوكي تمام بس جز منك حتى اذا مشى بالانزايم الثاني وتحول إلى الاسيتيت وين تصير العملية هذي تصير بالميتكنديريا راح يضرب عندك الميتكنديريا ويطلع لك free radicals تمام وبعدها ربك يرحمك اذا فلت ويروح إلى الاسيتيت انزايم هنيش المشكلة تصير في بعض المرات اذا كثرت الكحول الله ياخذك تمام يصير عندك deficiency يصير عندك تقليل في هذا الانزايم فاذا صار تقليل في هذا الانزايم يحدث شي يسمونه asian flash syndrome واخذ مشاكل وما يقوم يحول غالبا يكون بالدم وتموت وتفكنا ويا الله تموت وتفكنا وتفك العالم منك ومن لسانك في السواشال ميديا طبعا هو ما يخترع بهذا الكاملان يقوم يمحور الموضوع ويجذل بعض الدراسات عن فوائد الكحول في رفح هرمون الذكورة ولما طلعت على هذا الموضوع شفت انه فيه limitation وعواقب كثيرة على هذا البحث رغم واحد وهما يستندون عليها وايد رغم واحد ما كان فيه مفارقة بين المجال ناس خذت الكحول وناس ما خذت الكحول قبل التمرين زين وليش قلت انه هناك ارتفاعات بسبب الكحول وليش ما قلت انه هناك ارتفاعات فيه هرمون الذكورة البسيطة هذه اللي ذكرت في هذا البحث من خلال حجم التمرين العالي بيأخذ كروهيدرات ودش التمرين وتشوف هذه ارتفاعات البسيطة ايضا من بعد التمرين رغم ثلاثة فيه دراسات تثبت اكس الكلام اللي انت قاعد تقوله فيه دراسات على مدى بعيد من استخدام الكحول تقلل هرمون الذكورة عند الرجل لا يستخدم الزين مثل ما انت شفت بالبايو كيميستري تول ما شرحت لك قاعد يستخدم الزين كاكوفاكتر فبالتالي على مدى بعيد رح تشوف انك فيه تقليل عندك اخذ مدار الكحول اتفاع في الضغط الكوليسترول ارتهاب بالكبد الوبائي تشمع الكبد السرطان يعلك الضربة الزحير اللي قاعد تشربها هذا سرطان يحشك فيه هذا السرطان في المريء المعدة امور كثيرة وهذه الامور لم تثبت كانحياز مثلا عقيدة ولا شيء لا والله الاوروبيين قاعد يتكلمون في هذا الموضوع وهذا شيء ثابت علمي دخل الرجل النصراني على الامام لهدف المحاورة وكانوا يريد ان ينتقص بالامام فسأل الامام وقال له انت من جهال هذه الامة ام من علمائها فرد تواضع الامام وقال لسنا من جهال هذه الامة وان شاء الله احنا ما نكون من جهال هذه الامة ابيحاول اطرح الموضوع لان هذا الموضوع طرح من قبل من قبل شخص خصائي تغذية وقال واستند بآية ان هناك منافع للخمر في القرآن والآية تقول ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فاستدل على هذه الآية وقال ان هناك منافع للخمر من قبل اوضح الموضوع وكان واحد يستدل عليها للأسف في التالي تسمحولي شوي اتكلم في هذا الموضوع احنا متكلمين من ناحية العقائدين ان هذا ليس تخصصنا ولكن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الموضوع وخلصنا منا ولكن المنفع التي ذكرت قبل الاسلام لانه كانوا فيه ناس يتاجرون فيها وكانت منفعة فيها كبيرة وكانوا يعتمدون فيها في التجارة المنفع الأخرى اللي كانوا يستخدمون لان قبل الاسلام لانه كانوا يشوفون انه ممكن يعالج بعض المشاكل الهضمية ولكن يا العلم واثبت غير هالكلام هذا وشاف انه فيه ضرر ماله اكبر من المنفعة يا رجل قرحة في المعدة سرطان يعلك الضربها لزهير لتشرب وفي قاعدة جدا ثابتة عندنا حب الدين دفع الضرر المقدم على جلب المنفعة فبالتالي هذا ما راح تشوف بلنا افادة كثير ما راح يضرك وايضا يا العلم الحديث ولما يسوي الكحول في تذويب الأدوية الصيقة الكيميائية مارتة جدا مختلفة عن الأثينول ما لا تشابه يصير لشيء يسمونها الايزوميز الفواد السخيفة هذه اللي كانت تستخدم قبل الإسلام يال الإسلام والعلم ونسفها دخلوا مجموعة من الناس من اليمن دشعوا على الرسول قالوا لحل نسكف في منطقة جدا باردة ونستخدم لشعير نشرب لشعير عسل نيدفنه فسألهم الرسول قالوا يسكر قالوا نعم قال فاجتنبوه يالعلم وفسر هذا الموضوع قال لما ييه مثلا الله يبعدنا عنكم وعندنا هذا الخمر لما ييه واحد يشربها الاوعية الدموية عندها تتوسع فيصير فيه ضخ دم وهناك اوعية دموية مواصل الجلد فبالتالي يعطيه إحساس كاذب انه هو جسمه حار فيقوم هذا شي يسوي يقوم مثلا يستخدم دوش بارد يتفصخ يقعد بالحديقة يقوم يطب باني وكله ثلج يقوم يقط نفسه في بحر مو حاسب نفسه احساس كاذب فبالتالي ممكن يحوشه سكت قلبية ويفكنا يموت ما يحس على عمره فبالتالي يشوف الاسلام والعلم الشون صار فيه توافق ما بينهم وتم نفسه هذه الاية وربك سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسوا من عمل الشيطان فاشتربوه لعلكم تفلحون وهذا هذا الحيب قافل لا اسلام فاضي اياك لا علم تكلمنا يا اخي يثبت وفي بعض الناس للأسف يعني تتفاخر في الموضوع لا تدزلي لا تدزلي انت قاعد تشرب خمر شي اشوي لك تشرب خمر شي اشوي لك يا اخي فيه شي اسمه مروءة يا اخي الاسلام ياخذ بالمروءة خلا فهمك شو المروءة خلا نظر لك مثال شون المروءة احنا ناخذها العرب احنا كعرب تخيل معاي شيخ عشيرة قاعد مصر مجلس وفي ريائل وشيوخ يدوم يطلع علت ويتعلت يا اخي شيخ عشيرة مكان ذيك كبيرة مروءتك ما تسمح لك نظر المثال على هذا الموضوع تشوف ان المروءة تختلف من بلد الى بلد احنا كعرب شون نقيم المروءة عندنا احنا قاعدين في المسجد يا امام المسجد في سيكل هارلي دا 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 مو حلوة رح تشوف الناس رح تقوم تصورك وتنشرك وهو مو حرام بس واحد احنا عرب احنا نغيم الموضوع مو حلوة مروءتك يا رجل خليصير هذا الموضوع بالهند رح تشوف الوضع طبيعي عادي امام المسجد قاعد يسوك سين المسجد شين المشكلة فبالتالي انت شلون تسبح على مروءتك انت يا تصولي بالخاص الدزلي تتفخر وهالامور هذي كلها وين الاحترام النفس والمروء عندك في الدول الاوروبية في العطر الرسمية والويكن تزيد عندهم الجرائم والمشاكل اكثر من ربطوا هذا الموضوع في شرب الخمر وفعلا السكران ترك كثير ما هو يعذره نفسه يعذره المجتمع مشاكل اجتماعية مشاكل اخلاقية اشتركوا في القناة